السلام كيفكن؟ يوم بدأ أحكيكم عن تجربتي مع موقع فارفتش فارفتش هو موقع أونلاين لتشتروا إشياء طيب، أحزيج، زدين، أكسسوريز، ميك أب قويناتات، أشاطات، كلهم يكونوا ماركات هاي أند مثل مثلا فندي، مثل برادا، مثل غوتشي، مثل ستالا مكارتني يعني هالماركات اللي هي يعني ديزاينر مش ماركات عادية هلأ فارفتش هو منو موقع لماركة معينة هو موقع صلة تواصل بين اللي بدو يشتري وبين اللي بدو يبيع بس اللي بدو يبيع هو عم يبيع شي جديد مش شي مستعمل أو ساكند هند أنا بعد 32 سنة، عشرة سنين منو عم بشتغيل أخدت قرار إنو اشتري جزدان يكون ديزاينر ونقيتوا من ماركة غوتشي ونقيتوا بعض ما كتير كتير، عملت ريسيرت، قريت، فتشت على الإنترنت، حضرت يوتيوب فيديوز وأكيد تطلعت شو البوجت تعيتي لأنو الجزدان، الديزاينر، الجزدان الماركات، يعني بتبلش من الخمسمائة دولار، وبتوصل للمدري كم ألف دولار الجزدان اللي نقيتوا هو غوتشي، سوهو ديسكو، هو جزدان كروس بادي، طلبتوا موقع فارفاتش، لسبب ما كتير عرفت ليش، اشتريتوا بأقل من سعره من السوق بلبنان، وأقل من سعره بالسوق بالسعودية، وأقل من سعره على موقع غوتشي الرسمي هذا الشي خلاني شك أنه ممكن يكون منه أصلي، هلأ ما كتير اشتريتوا أرخص، اشتريتوا تقريباً أرخص بمئة دولار بعدين ست أعمل كمان عملت ريسيرتش، عملت تبحث على الجوجل وعلى الانترنت، بدي أعرف ليش اشتريتوا بأرخص أم طلع أنه كل الماركة حسب من أي بلد بتشتريها، ممكن تلاقيها بسعر أرخص من سعره أرخص محلة تشتري الجوجل هو من بريطانيا، وأنا موقع فارفتش بعتلي الجزدان من بريطانيا، من محل اسمه براونز مشان هيك، اشتريتوا بأقل من سعره بالسوق، أقل من سعره باللبنان بـ 250 دولار، وأقل من سعره بالسعودية بـ 200 دولار وأقل من سعره بموقع الجوجل الرسمي بـ 90 دولار، جبتوا أنا بـ 820 دولار هيدا هو الجزدان، اسمه سوهو ديسكو، بيجي كروس بادي جبتوا لون الأسود، هو في منه بيج أو بيج عبينك، وفي منه ألوان فنكي مثل أبيض، في منه أحمر بس إنه الأسود أكتر شيء كلاسيك، أكتر شيء بيمشي مع كل شيء، والـ يعني الحديد المعدن اللي عليه هو باللون الدهبة هلا، موقع فارفتش بيعطي كل التفاصيل، سو بس إنتوا تفوتوا على الموقع، فيكم تشوفوا كل التفاصيل عن الشيء اللي بتكن تشتروه، بس ما بيقلكم من وين عم بيجيبه، فأنا لحديث ما حطيت الطلب، وطلبته لحديث ما عرفت من وين، هن طالبين ليه، طريقة التدفع بالكريدت كارد، وطلبته أنا على السعودية، حتى وصل لعند العنوان بالسعودية خلال ثلاثة أيام بالـ كان توصيل سريع، التراكين كان كتير هاين، وبس إن حط الأوردر بيقلولي، يعني بس حط الأوردر بس إطفع على الكريدت كارد، دغري بيقلولي هن من أي محل حين شحن، وقالوا لأن حين شحن حال براونز ببريطانيا، ومن ورا هيدا المعلومات أنا كبيرا عن تريسورتش من هو براونز، أحسا ما يكون عم بيبيعني شيء تقليد أو شيء مستعمل، فأعطلت هم هيدا الشيء، هلا أكيد هو بيجي بشنتة القوتشي المزبوطة، وبيجي بيه الدست باق أو الكيس اللي بيحفظ الجزدان، هلا أول الجزدان بيجي هيك، حجمه تقريبا قد الإيد، له مسكة فيها شرة بيت، بيجي شحاب، بقلبه من جوه جايبة صغيرة، فيها تساعة ما بتاع التليفون، بتساعة مفتيح، وفيها واسعة كبيرة، وفيها كمان جزدان أصغر هون، سو ممكن تحطوا بصلا مفتاح السيارة بمحال مفاتيح البيت، من بره ما قلو شيء، من وره ما في أي شيء، من قدام قلو حرف جي، اللي بقى البعض، هلأ هيدا الموديل حسب ما فهمت إنه حيبطلوا يعملوه، فحيصيروا يعملو هلأ القوتشي مارمونت، اللي هي غير موديل، بس أنا حبيت هيدا بعض ما أريد عنا ريفيوز كتير، بيجي إلى المسكة، تجي فيكن تلبسوها بالكتف، أو فيكن تلبسوها كروس بادي، حسب قديش بتقصروا الفتحات، بيجي بقلبها، بيجي بقلبها خمس فتحات، إذا بتقصرواها بتصير عالكتف، إذا بتطولوها بتصير كروس بادي، بتصير عالبة العوينات، مع العوينات، بتصير جزدان، بتصير المفاتيح، بتصير التليفون، وبس، وهيدا عرضة، الجلد التاع بيجي مثل تكستشورد، يعني بقلبه مثل هيك مبقع، منه جلد ناعم، بيقولوا إنه هيدا الجلد أحسن، ما بينخدش بسرعة، وأنا جبته باللون الأسود لأنه بيقولوا إنه اللون الفواتح مثل الأحمر أو البيج، إذا البستوه على الجينز بيحفوا بينتقل اللون عليه، فأنا جايبته باللون الأسود اللي هو لون محايد، بيلبق مع كل شي، مع كل الألوان، والشرابة بتاعيته مهضومة تجي من الجهتين جلد، حبا إذا، هلا حفرجيكم شوف بساع بقلبه، هدا هو الجزدان، بساع بقلبه، محفوظة في عيتي، بس ما بتتفوت هيك، بقدر تفوتها أبليك لحفتها تساع، بساع بقلبه علبة العمينات، بفتح السيارة، بفتح البيت، وبصراحة بيضل في وسعه، شايفين قد بعصي وسعه؟ حسنا، بيتسكر، وشكله بيضل مرتب، وحلو، وخفيف الجزدان هدا أهم الشي، وصحابه هيا ما بيعلق، وبعد ما وصلوا لفارفتش، بيبعتولي تقريبا بعد جمعة، بعتولي إيميل، سألوني عن تقييمي للعملية الشراء، وقلت لنا كتير مبساطة، وصل على السريع، وصل مرتب، باكيجد، وصل، بيوصل مع فاتورة، عفكرة، بيوصل مع فاتورة من براونز، وبيوصل مع، وصل للترجيع إذا ما عجبتكم القطع، وهذا كل شيء في فيديو اليوم، اتمنى تكون فيديو عجبكم استفدتم منه، هحط لكم لينك لفارفتش تحت، ولينك لهذا الجزدان، هدا اسمه، جوتشي سوهو ديسكو، وإذا احبتوا الفيديو عملولي لايك، وما تنستطيعوني سبسكرايب، وتعطي تابعونا على كل السوشيال ميديا تاعيتي، هحطوا كل منهم تحت، وشوفكم في فيديو الجاي، باي. ترجمة نانسي قنقر